رغم غياب شمس الحرب عن الحدود العراقية الإيرانية إلا أن بعضا من رحم جرى هنا قبل أربعين عاما يظهر على الأرض بقايا القذائف ما زالت هنا وكذا الذكريات التي مرت على نهر الجاسم في البصرة على مدار ثماني سنوات من الحرب احترق الأخضر واليابس هنا آنذاك كان يحاول الرئيس العراقي السابق صدام حسين منع تصدير الثورة الإيرانية إلى العراق في حرب خلفت أكثر من مليون قتيل وبعد سقوط نظام صدام كثفت إيران من دعمها السياسي والعسكري لأذرعها ما أوصل لأعلى هرم السلطة في مجلس الوزراء والنواب ساسة محسوبين على إيران ساعد ذلك بتشكيل باب خلفي اقتصادي ساعد طهران على تجاوز ضائقاتها الاقتصادية حيث قدرت تبادل التجاري بين بغداد وطهران مطلع العام الجاري بتسعة مليارات دولار تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخراً بمضاعفة هذا الرقم لتتحول بغداد لرئة اقتصادية لطهران مع تزايد العقوبات والضغوطات الاقتصادية على الأخيرة التدخلات الإيرانية لم ترضي العراقيين الذين خرجوا في تظاهرات قبل أكثر من عام تعبيراً عن حالة الإحباط العام ضد الطبقات السياسية التي تتهم بالفساد والفشل في إدارة البلاد والولاء لطهران ترجمة نانسي قنقر